شكرا لك أمل طبعا ما زلنا متواجدين في ساحة اليوبيل التي فعلا نشهد عدد الحضور هنا يقل تدريجيا بسبب طبعا التوجه العدد الكبير إلى ساحة الوصل التي تشهد الحفل الرئيسي لكن معي الآن واحد من النشطاء وهو سفير لكوب 28 شاب إماراتي سعيد أنا سعيدة جدا بالالتقاء فيك اليوم بهذه الفعالية الطريق إلى كوب طبعا أنت حدثتني قبل قليل عن نشاطاتك الكبيرة في فعلا دعم ملف التغير المناخي والوصول إلى بيئة مستدامة عرفني قليلا على إنجازاتك وعلى المشاريع التي تقوم بها طبعا معكم الطالب سعيدة أحمد الرميثي أونر صاحب داورغانيك فارم هذه المزرعة من بديتها هي تتكلم عن الزراعة العضوية والزراعة العضوية هي مستدامة وجدا مهمة وجدا مهم أني كنت أسوي دورات عن العضوية بشكل عام وشكل خاص لأن الزراعة العضوية هي زراعة مستدامة فالاستدامة للشباب بشكل عام شي مهم فأنا كسعيدة الرميثي أساس شركة داورغانيك فارم نزلت منتجات غير عن الليفسوق بطريقة جميلة وعضوية وأنا كسفير الشباب الآن في كوب 28 عندي خطة كاملة بأن أعطي ورشات للشباب وأتكلم وأيلس معاهم ونأخذ أفكار ممكن أنها تزيد من الأفكار التي عندي موجودة عن الاستدامة في دولة الإمارات وطبعا دولة الإمارات سباقة في هذا الشيء بالأنظمة والقوانين التي سنتها مثل الأكياس البلاستيكية تم منعها في الكثير من الأماكن واستخدام الأكياس المعات استعمالها كم من مرة وغيرها من القوين لتضاح دولة الإمارات ونحن نشجع هذه الأشياء سعيد كيف تم اختيارك لتكون سفير سفير للشباب الإماراتي خلال هذا الحدث العالمي طبعا كنت جدا سعيد أنهم اختاروني بسبب مشاركتي كالمزرعة العضوية وأكثر من عشرين دورة قدمتها للشباب لجامعات في الإمارات لمراكز سدريب وغيرها من الورشات عن الاستدامة والزراعة وكانت سبب ترشيحي لهذا المكان أني طريقتي طريقة سهلة ممكن أني استوعبها الشباب طريقة سهلة جدا واستمتعوا فيها وشفت تغير في تفكير الشباب من ناحية الاستدامة طبعا أكثر تغير كان عندي في الجامعة من الشباب اللي حضروا المحاضرات عندي في الجامعة برأيك لماذا تهتم دولة الإمارات بدعم الشباب فعلا في دعم ملف التغير المناخي طبعا لأن الإمارات شافت التغير الكبير الذي حدث من الشباب بشكل خاص لأن الشباب في دولة الإمارات اشتغلوا في ملف الاستدامة بشكل كبير من سن قوانين من اجتماعات من مشاريع صديقة للبيئة أسست من أياد شباب الإمارات وشباب الإمارات يقدرون يوصلون فكرة لأصدقائهم أو لأخوانهم الشباب بطريقة أسهل وبطريقة ممكن تشجعهم أنهم يقتدون بنا كشباب يعملون في الاستدامة أنهم يكونون مستدامين مثلنا لماذا يعول فعلا على فئة الشباب في هذا الملف تحديدا؟ لأن فئة الشباب فيها جدا مهمة كما يعني عندنا في الإمارات نحن نركز على الطفل وعلى الشاب لأن مهم أساس المجتمع إذا الأساس كان غير جيد بيبت بطريقة خاطئة مثل الشجرة أنا كمزارع إذا الشجرة لم أسسها بطريقة صحيحة بتنبت بطريقة خاطئة فإذا أسس بطريقة صحيحة تنبت بطريقة مستدامة ما هي أكثر التحديات التي تواجهكم عندما خطتم هذا الملف ودخلتم واهتميتم كشباب ونشطاء في هذا الملف في ملف التغيير المناخي ما هي أكثر التحديات التي تواجهكم؟ من أكبر التحديات كانت معرفة الناس عن العضوية أو الاستدامة مفهوم الاستدامة مفهوم عام كبير ليس بعدم استعمال أوراق أو إعادة تدوير هو استدامة العمل في الإمارات استدامة جميع الأشياء التي سنفكر فيها في الحياة العمل، الحياة، العائلة لازم نستدام فيها بشكل عام فالاستدامة شيء كبير ومن طرحي في السوشال ميديا ومن الدورات بدأوا الناس يفهمون أنهم الاستدامة كبير جدا وممكن يبدأ بالعضوية وينتهي بالحياة والعائلة شكرا لك، شكرا جزيلا لك، سعيد نعود إليك أمال شكرا شكرا لك